بسم الله صلاة السلام على رسول الله سيدنا محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم مساء الورد ازيكم كيفكم ان شاء الله كلكم طيبين وكلكم بخير وعافية اليوم جيتكم بفيديو جديد الفيديو حبارة عن روتين تحفيزي وكمان جيتكم بحال وروهيب نعود روحنا عن الحالة اللي فات المهم حشارككم الروتين روتين بسيط كده وروتين يعني ما طويل بس يعني قلت انزلوا ليكم يبقى ليكم روتين تحفيزي كده تتحفزوا كده بكرة تقوم تشوفوا بيوتكم والحاصل فيه المهم انا اول حاجة صحيط الصباح كنت عندي حاجات كده المهم كان لازم افضيهم زي الشاي وما بعرف مرات الواحدة بتجيبها الحاجات وبتكسل يعني انا كنت اجيبت الحاجات دي مسلا زي اميز وكنت اكسلانا لان افضيه وكده قلت خلاص الصباح ان شاء الله اقوم افضيه وارتب الدنيا لانه مرات لما اجيب الحاجة ما بحب طوالي امشي يعني اخليهم كده او مثلا اكركبهم سايق لماهم لا بقول خلاص ارتب الدنيا وبعدين ادخل الحاجات في مكانه هنا المنظمات دي باخد فيه الشاي اللي هو شنو مش الشاي الاحمر الا العلاقات التانية زي ناس الجنزبيل صبعا اختكم عاوزة تعمل برنامج بتاع تخسيس او ونسفد وهون زي ما بقوله وجبته جنزبيل بليمون وجبته القرفة قال الماركة دي رهيبة ام هجربه اذا اصبت وفعلا طلع زي ما هو حصور ليكم تصوير اوضح ان شاء الله جبته منه نعناع مجفف وجبته منه كمان جنزبيل وجبته منه اقوله معاي جنزبيل ونعناع وقرفة دايما انا باخبط بين القرفة والقرونف والقرفة وهنا زوجي دايما بيحب يشرب السكر اللي هو السكر المحلة يلا الغدا لما اكون عندي روتين بتعرفه انا بعمل شنو بجيب كمية من البطاطس وكتخ اه حم الدجاج والخضار بديوا تقليبة كده في الزيت اليوم دي ما اديت اللد التقليبة ما عملته في الدجاج بس في البطاطس بس للدجاج بعدين السوس دا كان عبارة عن زيت زيتون وصلصة ومرقة ماجي وشوية ملح وكمان شوية آآ بوتون باودر وكسبرة وهنا كنت خطيت البطاطس ومعاه شنو اللي هو الدجاج وشوية آآآ الطماطم مخلوط بدخلوا الفرن مسافة ما الخضار ينجض وكده بكون اخر شي خلاص يعنو منه هم جاي ممكن اعمل رز او اي حاجة لكن ما بقعد مسلا ما اكون عندي روتين ما بقعد اطبخ اعمل الحاجات كتيرة لا يلا دي الحاجات اللي كان جبتها من لمن طلعتها او كده محتاجة لكومش لان الكومش الخشبية بتاعتي خلاص رميتهم طولوا معاي فقلت خلاص اجيبهم لان هو شنو شوفي خاصة عفش المطبخ او هو عفش المطبخ ما تخلي خاصة الكومش اللي هو بيكون خشب ما تخلي طول معاك انا هسي رميتهم لانه معاي طول يعني فطرة طويلة شفتوا الحاجات اللي كان صورتها من دايسو ممكن تستخدميه وكده لكن انا ما استخدمت للورد انا استخدت فيه وشنو السخام بتاع الموه الحاجات حلوة شديد ورخيصة انا ارخدت تقريبا بس 7 دراهم وتاني اشتريت قطعت بيتزا انا عندي لكن حسيت انه ده قوي شديد يعني اقوى من اللي معاي وفي النهاية نفسه كله لكن برضو حسيت انه كده ده رهيب ما عارف لاشنو وكان رخيص كان عليه وعرض بخمسة دراهم وهنا جبت طبعا زمان اختكم دي عشقها في الحياء انه تشيل الحاجات ازاي دي وتعمل اللي بنات الحضره معاي في القناة من زمان هتعرف المطبخي كان عامل كيف مرة بتذكر انه لخ المطبخ حرفيا غيرت وكله بقيت رمادي لحد الابواب بس انه انا بحب الحاجات دي لكن زوجي ما بحب بقول الحاجات اللي اللي بتلصق في الحياط وكده بيعمل السراصير والسراصير بيجي بيجي ما عارفه بيقعد وراه وما بعروش انه توب يا دلال ما حتوب ما حتوب هو ما لاحظ له الحاجة دي اللي انا جيبش الدسة ما لاحظ له لكن في العام ما بحب ازا هو ما كان عنده اعتراض على الحاجات دي انا نما تضخي دك كنت حخلي يرقش يرقش بال باللصق باللصق باللسل المسنود على الاستيكرات والحاجات الزيدي فهو بيقول لا بحاجات دي بلم الحشرات وكده وغير كده لما نجي طالعين من البناية ام مسلا نكون عاوزين نرحل اه بدفعوك اي حاجة لو ما طلعتيه بدفعوك يعني غرامة اقل شي مسلا تقريبا الفين درهم او ثلاثة الف هنا انا جوفوا الحركة بتاعت الرخام الرخام وال الحركة دي ما بحبها فقلت اغطي الاطراف دي بس عشان كده هو ما حيلاحظ اصلا اغطيت الاطراف دي باللون الابيض وبعدين في بناتك وترسل اهلون من المفرش اللي انا باخد فوق الرخام المفرش دي شفته الارضيات اللي انا عملاو في البيت اللي هو اسمه بديل الرخام ده بديل اسم شنو ده المهم ما عارف هنسيت اسمه اسمه الفلين ما بعرف المهم المفارش المفروشة في الارضي انا كان عندي باقي منه فبفرش هنا شفته لما افرش البني الحركة دي كان عامل اللي كده سوضاعه وقلق ما حبيته فبس عملت الحاجات دي الحاجات دي الحاجات دي رخيصة ازا انت زوجك ما زي ما ما من نوعيتنا انه ما بيحبوا الحاجات دي وممكن يعني عندهم راي في حاجات كتير وكده ممكن مطبخي باقل تكلفة ترجعيه لعالم تاني خاصة العالم الاستيقرات رهيبة شديد مسلا كتغيير في الجدار لكن كلامه ما غلط ازا مسلا نمل صراصير حاجات زي دي بيقعد وراه يعني زي ما بيقولوا يعني بيكون مكانهم هو خلاص بيبقوا مكانهم فمن هناك بينتشرف عشان كده هو ما بيحب الحاجات دي بيقول اخيرا البيت يكون زي ما هو ونظيف وما يكون فيه حشرات تمام هنا حسيت انه دايما فوق الرخام المكان اللي واحدة بتكون يعني بتكون شغالة فيه وتطبخ تعمل قهوة تعمل شاي بيحب انه اعمل فيه حركات كده اللزوما النفسية وكده ما عارفة ليشنو اه فعموما خاصة المطبخ المطبخ لازم الوحدة تدخل يكون شوفوا انا ما عارفة لكن بشوف انه اهم شي في البيت انه المطبخ دي يكون زريف ومرتب ومنظم وكل شي في مكانه بالله عليكم مطابخكم يعني زي ما بيقولوا عنوان بيتك يعني مطبخك غير انه عشان الناس ولا عشان كده ولا عشان نفسي كل ما مطبخك يكون مرتب ومنظم وكل شي فيه وظابط وكده انت نفسيا بتكون مرتاحة زاته بتدخل المطبخ بين نفس كده زي ما بيقولوا نفس مفتوحنا بنقول نفس نفسيتك بتكون مفتوحة يعني انك انت تعملي اي حاجة فمن فترة لفترة او مش مش فترة لفترة تقريبا البتجاز ده انا يوميا 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 مستحيل سابع المستحيلات اخلي البتجاز لحد الصباح عملت الغداء بنظفها عملت العشاء بنظفه ما بحب والحوض يعني بالليلة ما تكوني خلاص دايرة نومي خلصت امورك المطبخ لانه ده المكان اللي انت بتعملي فيه الاكل يعني اقل وساخة جراسيوم وقرف والله يعني يسرنا جميعا فعشان كده شوفي المطبخ كده حاول انا هسي مثلا البشاكر اللي بيستخدموا من كل بشكر بكون عندي مثلا زي ثلاثة من كل لون بكون عندي ثلاثة من كل واحد من كل الالوان بخلي واحد 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 في المطبخ والباقي مثلا للطاولات وكده يعني فكل يوم بالليل بجيب موية سخنة باخد فيه بيكربوناسوديوم باخد فيه شويات صابون وبخلي البشاكر جواه برضو لانه دايما مرات من الضفاء فوق الرخام يعني بيستخدموا استخدامات كتيرة فعشان كده اخصصي زيتها اخلي زي ثلاثة كده في المطبخ وخصص حق المطبخ براه والباقي برضو براه دي حاجات انا معتمداه في المطبخ وبعدين شوفي بحاول انه برضو ما اخليه يجوط يصوت كتير يعني اسبوعيا لازم اديه طلع طلع يعني طلع بتاعت نظافة يعني تهمتوا عليه يعني ما انه انا ما كنت قاصدة انه اعمل فيه روتين كده لكن هو ده زي ما بقوله روتين ما كامل خفيف بس شنو حسيت انه لا الارضية نحنا زمان بغسل كنت قبل ما اجيب ياسين كنت ما اغسله يوم بعد يوم حاسي حاليا بغسل كل يومين يعني مسلا اليوم غسلته بكرة لا بعد بكرة لا اليوم الثالث هغسل ما ما في طريقة لو زي زمان ما عليش يعني ما عليش ممكن اغسله كل يوم بعد يوم بغسل الارضية تماما بزحزح الثلاجات والفريزر بفصله من الكهربا بقصله من نظيف حتحافظي على انه مطبخك يكون رايب مروق وخاصة حوالين الحوض برضو ما تهمله يعني الاهمال اللو بيخلي بيخلي بيتي كده كأنه مغبش كأنه وصخان في حينين هو ما فيه شي بس الوساخة الوساخة بظاهرة ما كان كأنه لا قديم كأنه مغبش عملت شوية حركات بركات كده والعطر الفواحدة ريحته ظريف كل مرة باخدته له ريح يعني من العطورة الزيتية كده مختلف عموما حاجات بسيطة بتقدر تتضبطوا بيه امورك دايما قاعد اقولوا اكرر اه لحد ما تبدو هنا بعد ما المطبخ بيقى نظيف ورائق ومنظم قلت خلاص اعمل لهم حالك كده ظريف وخفيف وسريع كنت داير اعمل لهم اللي هو اه اوراق السنبوسة بالجبن حسيت انه عملتها قريب احنا شوفوا يعني دايما تقريبا في كل بيت بتشربوا قهوة او بتشربوا شاي كتير فانا ما بقدر اذا عملت الحالة اليوم بخلي اليوم الثاني بعده برضو بعمل اليوم حتى لو بزبوسة هنا جبت اوراق القلاش العادي شوفوا سهل كيف الجماعة شوفوا سهل كيف اذا انت عاوزة تعمل حشوات بين الورق والورق اوكي ما عاوزة تعملي شوفي كل ورقتين كل ورقتين من القلاش حتخطي فوقه سمن بك الكمية تكون مناسبة حد ما تحسي انه خلاص الورق تشرب تماما من السمن بعدين تاني كده طبقتين 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 وليه حاجة ولا تحسي وليه حاجة بس كده وفي النهاية تقفليه برضو حتزيد عليه تاني سمن حتدخليه الفرن لما تدخليه على درجة حرارة ميتين حتشغل الفوق واتحت مع بعض ما بياخد معاك اقل من خمستاشر اقل من خمستاشر دقيقة طبعا تقريبا وحيطلع قبل ما تدخليه الفرن حاول انك انت تقطعيه باي شكل دايرة انا انا قطعته سايا شكل عشوائي يعني يمتو قط اسهل من الحال دا مافي والزة وارخب منه مافي انا عملته كتير في رمضان تقريبا اه اللي معاي من بدري برضو حتزكر الوصفة بي اه طيب لي ما حشيتيه اذا انتي حابة تحشيه احشيه احشيه فول سوداني احاوز تحشيه جوز هند احاوز قلي انتي حاوزه لكن كده فائضني طبعا عشان كنت مرهغة وخلصت نضفتها للمطبخ وكده بس حبيت اعمل حاجة كده او اشيل وامشي مع القهوة اشرب مع زوجي او اخوي وكده المهم دا كان شكله بعد ما طلع من الفرن الحركة الثانية اللي حتعمليه ما حتزجيه بشيرة حليب حليب عادي حليب باودر او حليب سائل تزيد عليه زي ثلاثة معالك سكر وظرف بتاع كستر كراميل اه ممكن تستغنع عن كستر الكراميل واول تستخدم الكستر العادي لكن حسيت انه الكستر العادي نس خدمته في رمضان حسيت ان هو شنو بيكون كده ملتن يعني ما عارفة من اباكين بودر ومعلقة كبيرة من الحعادة يعني اقللي كميتة الكستر العادي وكتري كستر الكراميل ضرف واحد من كستر كراميل كافي وحنسقيه بعد ما يطلع من الفرن وتاني حتدخليه الفرن تقريبا مسافة بتاعت خمسة دقايق ما اكتر وما احكي لكم الطعم فضيع كيف تعالي قدنيه مع القهوة كده ده اللي عبيه وزي ما بيقوله سيد بيتك هاد يا يوم وبعد التعب ده كله قمت عملت الحلاة وعملت معاه قهوة كده وزبطت الامور وشلت قهوتي تنجيش 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 مشينا شربنا قهوتنا وكده يعني اجواء حاجة بسيطة شوف يعني هسي ما كلفني شي ولا بياخد من زمنك حاجة خاصة ورقة القولاش في الفرن ما بياخد زمن وممكن تزينيه بيفستك بيجوز هند بيمنكسرات باي حاجة انا ما زينته باي حاجة ما عارفة لشنو بس دايما خلي اجواء بيتك اجواء حلوة باكلات لطيفة بحلويات بفطاير باي شي بفشار مع قهوة مثلا بزر مع شاي دايما في اليوم يعني ما تخلي اليوم يعدي في بيتك الا وانت عاملة شي كده بسيط وخفيف ولطيف ويروق مزاجكم تحسسي زوجك او مسلا في ناس طبعا ممكن ينتقدوني لما نقول كده انتي بتكبرك واموم لا والله ما تكبركم تحسسي زوجك انه الدنيا لسه كده حلوة ويعني اولادكم قاعدين جنبكم تشربوا ليكم قهوة ومرات ناس كافية ومرات شاي احمر كده يعني شايفين الحركات والبركات المهمة علينا شربنا قهوتنا وبعده حسيت انه غرفة عبدالله ورعد داير نظافة داير نظافة ما هو نحن كده ما في راحة راحة ما في بالنسبة للناس اللي بقولوا نحن تعبنا ونحن ما قادرين والله يدي سنة على الحياة شي انا ام ابينا اذا انت عندك المقدرة اذا انت ما من النوع اللي بحبوا يعتمدوا على نظافة بيتهم يعني اني مثلا في ناس ما بحبوا ما بحبوا ينظفوا او بحبوا يعني ما عندهم شغف للعادة او ما عندهم مزاج طبعا انت حرة يعني كافك لكن انا بقول لك بيتك دا اذا انت مسكتي وبراكي ونظف ديه ورتب ديه حتحسي روحي كعايشة في عالم تاني انا هنا قررت انو مع انو المكان ده هو زمان كان مكان ان احنا انا واولادي ايام المدارس وكده تتذكروا هو غرفة صغيرة غرفة طعام بنقع ان اكل فيه وكننا بندرس فيه وكده لكن هاس اللي اولاد قاعدين فيه واخوي وعبد الله هما الاثنين قاعدين فيه فبقوم من في الاسبوع مرة بنظف لهم نظافة عميقة جدا لانو الفترة الصباحية عبد الله بيكون نايم قبل الليل اخوي بيكون نايم فبننظف لهم نظافة عادي في الاسبوع مرة بقوم انظف لهم نظافة كده عميقة اذا انت عندك مكان في البيت حاسبهم وغبش وعاوز نظافة وعاوز ترتيب وانت مكسلة بعد ما تقوم بعد ما تشوف الفيديو قومي اصبطي ليكي اه شاي شاي ولا قهو ولاي حاجي اصبطي بيه وراسك اه مخمخي بكرة حتعمل شنو خدي قرار وبكرة قومي نفزي وابقي قدر كلامك يعني انا اليوم كان قرار انو انا انظف غرفة اللو اولاد ده الاهزب وليهم اروق وحتحس انو بيقى خفيف الدنيا بيقى خفيفة ولطيفة واجواء حلوة بعد ما تنظفتها برضو غرفة نومي برضو دخلتها نظفتها انا طبعا قاعد اتكلم كتير في رونا انا ما عارفة هل انتو حضرتوا الفيديوهات ونفستوها وغرفكم بيقى تخوى زي غرفة العروس ومنظم ومرتب وريحتو حلوة ولا لا لسا زي ما انتو ما بعرف انا اليوم عملت رواتين قبل ما انظف الغرفة دي عملت رواتين بسيط برضو في غرفتنا اللي هو دايما شوفوا اليوم مثلا الاثنين خلاص دوامات رسمية الاثنين الثلاثة الاربعاء ممكن يوم الخميس تاني امشي اغير المفارش او يوم يوم الجمعة يعني شوفوا في الاسبوع لازم في الاسبوع مرات 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 مراتين بغير الملايات وكتب في الغرفة تمام يعني ما تخلي ملايات غرفة نومي تخلي عشر يوم لأ غلط عيب ما صح ما بينفع تمام يعني مثلا اليوم انا قمت شلت الهوفر نظفت تحت السرير ونظفت الاطراف وجبت المعطرات المعطر البيت الارضيات عشان برضو يمسك في الاساس ببقر يحتل لازم شنو الظريف برضو بدك هام في الغرفة مش الغرفة دي انا قاعد يتوين اسمعاكم وانا بنظف الغرفة دي لكن اللي قاعد اقول لكم عملتوا في غرفة دي نومنا شلت شوية ورود كانت برا دخلتهم في الغرفة نظفت ونظيف شلت كل الاغبرة من السراير ومن اطراف الشبابي زي اللي قاعد عملوا هنا عملتوا هنا واخدت حمام الغرفة بغسلته من فوق اللي تحت وعقمته وختيت فيه برضو من المعطرات الزيتية دي وكمان برضو الملايات شلت كل الملايات نفطوا تنفيض وخاصة عندي عادة غرفة النوم اليوم اللي بغير فيه ملاده بوالع الغسالة في نفس اللحظة بغسله بنشفه او بخليه في المنشفه اليوم الثاني تمام نفس الحاجة دي عملتها في غرفة نومي اذا انت ما حابة تنظف في اي مكان او مرخمة انك انت تنظف في اي مكان قومي بكرة نفضي غرفة نومك نظفيه وتعالي شوية شوية من الخمرة نظفي فيه الارضية امسحي بيه الارضية وبعدين تعالي وعليك بخور كرات صندل او بخور صندل مبشور واكفل الغرفة وتعالي بعد مسافه حتشو حتلقي ان غرفة دي كفلم غرفة عروس وتعالي زوجك لما يجي راجع من الدوام ويدخل الغرفة كده كأنه هو عريس او كأنه الغرفة دي يعني غرفة لا ما غرفة بيت مثلا واحدة ازوجت عندها ما شاء الله اولادك يبرو لا 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 خليك دايما ماشا زي ما بيقولوا انا ما عارفها غيت غرفة نومي دا ما تهمليه اهمال ممنوع اهمال ممنوع طبعا الاولاد فرجت اليوم الملايات دي كانتحان الملايات دي لونه ابيض ما بتحمل الوسعخة فقلت اجرب ايزا هما وفي بنات كتار بيقول يا الملايات يا دلال نزليهم يا دلال انت اللي يبت تخل الملايات والله انا حبيت اجبر بخاطرك الروتين الفات في غرفة الاولاد دخلت الملايات نزلت الاتحيد وهينا بس عشان خاطرك نزلت الملايات لكن نوع سرايري شنو اللي هو بيحتاج انه المراتب عالية اني كنت تدخل الملايات تحت السرايري فانا قلت اجبر بخاطرة وعمل لها الملايات ببنظام اللي هي عاوزاه اللي هو احنا بنفرش الملايات في السراير في السودان بالطريقة دي تمام؟ قومي بكرة لغرفة نوميك هزي بيه ورتي بيه وافرشي من الملايات الجديدة اللي انت ما قاعد تستخدميهم زي ما قلت لك خمرة بسيطة ام سحبيه الارض بنات السعودية القريب هيصلكم المنتجات والله التأخير ما مني التأخير من الشركة اللي هياخد مني الطلبية حاجاتكم جاهزة لما تجد بخر وغرف نومكم بيبخر كرات الصندل وتقفلوا الغرف وتعالوا قدوني رايكم رحة البخور يا جماعة خاصة كرات الصندل برضو رهيب شديد والمبشور برضو كذلك الاتنين حلوين ان شاء الله الروتيني بقى لكم روتيني تحفيزي بكرة تقوموا تنظموا غرفكم اي غرفتي ما لكن انا بحفزك ان كنت بكرة تقومي قومي قومي يا الكسلانة انظف غرفتي رتبيه وبخريه وتعالى اكتب بكرة في الكومنتات تاني اذا عملتوا ولا لا ان شاء الله باذن الله لحد ما اشوفكم في الفيديو الجاي ابقوا بخير ابقوا بعافية والكسل ما حبابه والنوم بيجيب اللوم مع السلامة